احباي اهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج مدارب حياة مسيحية نشكركم على اهتمامكم وعلى تفاعلكم وعلى الاسئالة بتاعتها لنا وهنا بنا مبسوطين جدا وساعدة جدا بالاسئالة بتاعتكم فنشوف السؤال بتاع النهاردة بيقول لنا ايه اه حد بعت لنا بيقول ازاي اطور من نفسي واعرف اني في طريقي للنجاح معرفش بقى واحد ولا واحدة لكن ازاي اطور من نفسي واعرف اني في طريقي للنجاح سؤال حلو جميل جدا ممكن يكون في ذهن الناس كتير مننا معظمنا يعني ازاي اطور من نفسي علشان اعرف طريقي للنجاح انا ماشي ايه ولا لازم اعرف ايه النجاح بالنسبالي لان النجاح بيختلف من انسان لانسان لانسان فلازم اعرف الاول واحدد ايه المفروض يحصل في حياتي اعرف ان انا ناجح فيها حتة مهمة جدا يبقى أنا لازم أحدد إيه هو النجاح بالنسبة لي وبعدين أشوف أطور من نفسي أطور من نفسي في إيه بالظبط لما أنا أسأل العقل اللواعي بالنسبة لي وقوله أنا عايز أطور نفسي عشان أنجح في طريقة ووصل لطريقة للنجاح هتلاقي الجملة دي مش واضحة مش محددة والعقل اللواعي دايما يحب الجملة المحددة أنا عايز إيه بالتحديد عايز أطور من نفسي فعلا أختف ربنا ولا أطور من نفسي في حياتي الصحية ولا في علاقتي الأسرية ولا في حياتي الاجتماعية ولا في شغلي ولا في عمق ولا في فلوسي ولا في إيه بالزبط ولا في شخصيتي أنا في تعاملي مع نفسي مهم جدا أعرف أنا عايز أطور في إيه علشان أوصل لإيه دلوقتي أنا عرفت النجاح بالنسبة لي إيه هو ده أول سؤال النجاح نوصل لواحد اثنين ثلاثة طيب هطور في الحاجة الفلانية فأنا عرفت لوقتي المحطة لأنا ريحها وعرفت كمان القطر اللي هركبه يجي السؤال بقى اللي أنا عايز أجاوب عليه النهاردة سؤال حلو جدا إزاي أطور نفسي يبقى الأول أعرف إيه هو النجاح وأعرف إيه اللي عايز أطوره بالزبط وبعدين أعمل أربع خطوات مهمة جدا أول خطوة أحدد أنا عايز إيه حتى مهمة جدا أنا عايز أوصل لإيه أنا عايز إيه بالزبط إيه اللي أنا أحدده لحياتي نمرة اثنين خطوة مهمة بننساها كلنا حتى في المنتقل أهمية أو معظمنا بننساها حدد إيه التمن اللي هدفعه إيه اللي أنا نوع أعمله ما أنا لو حطرت هدف معين افرد مثلا أنه هدف أنه أنا مثلا أخذ بالي من الحياة الصحية فأنا أبقى فاهم كويس جدا أنه أنا هتستغنى عن حاجات وهتعود على حاجات معينة ويمكن ألعب برياضة يمكن أعمل حاجات مختلفة أنا هدفي أن أنا أخذ شهادة عالية يبقى أنا عارف أنه أنا أقضي وقت معين للمذاكرة أو للتحصيل أو للقراءة أو الحاجات كتيرة فلازم أعرف إيه التمن اللي هدفعه يبقى أنا لازم أحدد أنا عايز إيه أحدد إيه التمن اللي هدفعه نمرة ثلاثة ودي نقطة مهمة وقت نهائي أخلي في وقت نهائي للهدف اللي أنا عايز أوصله الفرق في علوم التنمية البشرية يقولك إيه الفرق بين الهدف وبين الحلم اللي أنا عايز أوصله أن الهدف لازم يكون حلم مرتبط بوقت نهائي لتحقيقه لازم أبقى عارف أن الهدف اللي أنا عايز أوصله وطور نفسي فيه هياخد ست شهور هياخد أربعة شهور هياخد وقت معين نمر أربعة وده نقطة مهمة اكتب خطة ما تتكلمش عنها ما تفكرش فيها اكتب الكتابة هنا بتفرق كتير جدا في إحدى النظريات تتعاملت أبلي كده في التجربة وأن التجربة تتعاملت في أمريكا في إحدى جامعات إنهم يخلوا الناس في آخر ديسمبر يتكلموا عن أحلامهم وناس يكتبوا أحلامهم وخلوا المجمعتين دول الناس تتكلم وناس تكتبوا الأحلام بتاعتها السنة اللي بعدها شافوا إن الناس اللي تكلموا عن أحلامهم حققوا حوالي 18-19% من أحلامهم والتاني حققوا 87% عشان كتبوا الأحلام فتخيل أنت من النهاردة تعمل الأربعة حاجات دول عشان تتحقق اللي أنت عايزه إيه هو نجاح بالنسبة لك؟ احنا قلنا ده مهم جدا إيه اللي عايز تتوره بالضبط؟ أربعة خطوات حدد إيه أنت عايز إيه؟ حدد التمن اللي أنت لو تدفعه دي نقطة مهمة حدد وقت نهائي لحصولك على الهدف اللي أنت عايزه وفي الآخر اعمل حسابك إنك أنت الهدف اللي أنت عايز توصله ده هدف مهم بالنسبة لك وهدف قيم بالنسبة لك وهدف مهم اكتب الخطة بتاعته ما تتكلمش عنها اكتب خطة لما تكتب هتلاقي كل حاجة واضحة قدامك وكده تعرف تتطور نفسك عشان توصل للحلم والنجاح اللي أنت عايزه ربنا حقلك كل أحلامك ونشوفكم إن شاء الله الحلقة جاية وسؤال جديد شكرا